اكياس هنا واخرى هناك اكوام مكدسة من اكياس القمامة تملأ الشوارع في طبرق بعد اغلاق المكب الرئيسي للمدينة من قبل احد المواطنين المحتجين على عدم اكمال المشروع الخاص بهذا المكب موضحا حجم الضرر الذي يتعرض له سكان المنطقة المكب هناك سصور الطريق ليس مستكملة كهرباء لا يوجد الحوش لا يوجد تشجير ما فيش السندة ما فيش الميع ورش ما فيش بخل مبيت حاشري ما فيش هذين كل النقرة بلدية طبرق بدورها لم تنكر نقصان الاشتراطات البيئية في هذا المكب موضحة ان المشكلة قائمة منذ اكثر من ثلاث سنوات وسط مطالبات للحكومة بضرورة التدخل لوضع حل جذري لهذه المشكلة البيئية حقيقة الوضع البيئي صعب جدا وقد ينتقل الى كارثي بسبب الظروف التي نحن نشوف فيها والاجواء الطقس وتكدس القمامة في المدينة الجانب بيئي خصص صحة الانسان وضع بيئي سيء تعيش طبرق هذه الايام بسبب اغلاق المكب الناتج عن تقاعس الشركة المنفذة عن اداء العمل وفق الشروط البيئية الحقيقية وهو الامر الذي انعكس على قاطني المنطقة بتلوث بيئي من المرجح ان يزداد سوءا ترجمة نانسي قنقر